بالرغم من مرور نحو سنتين على استعادة مدينة الموصل من أيدي تنظيم الدولة لا تزال آلاف العائلات النازحة تتخذ من مخيمات اللاجئين شرق المدينة ملاذا آمنا لها لحين توفر الظروف المناسبة لعودتها إلى مناطقها مخيم حسن شام يو ثلاثة في قرية حسن شام بكردستان العراق أحد هذه المخيمات التي تضم في زواياها الآلاف من النازحين من الموصل هؤلاء ينتظرون تحسن ظروف مناطقهم للعودة إليها حيث دمرت منازلهم وتنعدم في مناطقهم حتى اليوم البنية التحتية للخدمات الأساسية ناهيك عن الظروف الاجتماعية والأمنية التي تحول دون عودتهم نزحت من الموصل على المخيم بسبب داعش تهجرنا وطلعنا من غادي من الموصل ورجينا هنا على المخيم وبعدين تحررنا إلى الموصل الكيف نقلنا تروع على بيتنا وتارقيتنا بيتنا مهدوم وراعي بيتنا ما باقي واني عندي ثمن جهال لا شغلة ولا عملة ورجينا هنا على المخيم قلنا نكمل معيشتنا هؤلاء النازحون أجبروا على العودة إلى مخيم النازحين بعد فترة وجيزة من مغادرته والتوجه لمناطقهم في الموصل لكن الظروف القاسية وعدم توفر عناصر الحياة الأساسية في تلك المناطق حالة دون تحقق حلمهم الذي بات كبيرا بالعودة ويتوزع عشرات الآلاف من نازحي مدينة الموصل على ثلاثة عشر مخيما وجميعهم ينتظرون بوادر أمل في إعادة إعمار مدنهم وبخاصة الجانب الأيمن ليتمكنوا من العودة أو تعويضهم ماديا وبشكل عاجل ليقوموا بترميم أو بناء منازلهم المدمرة لكن عمليات تأهيل الموصل التي تقتصر على جهود خجولة لمنظمات غربية وأممية والصمت الحكومي عن مأساة النازحين في أراضي العراق تكاد ترمي بجميع بوادر الأمل هذا